دراسة حديثة أجريت على الأطفال بعمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر وجدوا شيء دريبا جدا أن هذا الطفل يميز بين الخير والشر أحضروا مجموعة من الأطفال وقاموا بسلوك شرير أمامهم مثل إيذاء حيواني فلاحظوا دهشة هؤلاء الأطفال ولاحظوا استغرابهم ولفت انتباههم بشكل كبير وعندما قاموا أمامهم بممارسة سلوك خير فيه عدم فيه يعني مثلا كان تعطي قطعات حلوة لطفل آخر أو ما شبه ذلك فكان دماغهم مرتاحا ولم يكن هذا السلوك مثيرا لهم فخرجوا بنتيجة ومشرت مؤخرا أن الطفل الراضي قبل سن ثلاثة أشهر يستطيع أن يميز بين الخير والشر والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يهلم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر